دير مار بهنام الواقع في ناحية النمرود شرقية الموصلة هذا الدير الذي لم تستطع التسع عشرة عبوة المعدة للانفجار من تدميره ابان سيطرة تنظيم داعش عليه اليوم وبعد عودة مختلف الطوائف والقوميات إلى سهل نينوى احتضن هذا الدير مهرجان النمرود الأول للسلامة ضمن مشروع مد الجسور بين مجتمعات سهل نينوى بمختلف طوائفهم برعاية منظمات دولية ومحلية تعنى بحقوق الإنسان فعاليات كثيرة ضمن مهرجان النمرود للسلام المهرجان الأول فعاليات من اشتتاح معرفة فلكلوري وكلمات مختلفة نراهم حريصين على أن يكون هذا اليوم مميز له تمسك هذه الفتاة المسيحية بيد هذا الرجل العربي وعلى يمينها رجل من القومية الشبكية في إشارة لترسيخ شعار المهرجان عدنا لنبقى معنا الدبكات شاركت بها العربي والمسيحي واليزيدي والشبكي وتعبر هذه الدبكات عن لا وجود للطائفية بيننا وتعبر عن رسالة التوحيد والأمان في محاوظة نينوى فعلينا أن نبني والبناء كما قلت قبل لحظات هو بناء الذات الخطاب الديني كان حاضرا في المهرجان وبأسلوب روحي يدهو إلى بناء مجتمع تسامحي عبر توعية الجيل الجديد بعيدا عن الفرقة والتخندق الطائفية جميع سعيد كأننا في عيد وهو عيد فعلا لأننا اجتمعنا وتوحدنا في فكرة واحدة ألا وهي أننا شعب واحد ولدينا مصير واحد وانطلقت رسائل المشاركين الصغار قبل الكبارة بدعوات وكلمات كتبوها على لوحة جدارية بأنهم أبناء هذه الأرض التي تتميز باختلاف مكوناتها وطوائفها وقومياتها ولا تحيى الحياة بدونهما من أجل السلام الذي يحث على التعايش السلمي بين مكونات سهلينينوى إن لم تكن أخي في الدين فأنت أخي في الإنسانية وفي الوطن سأبقى معك يدي بيدك مسيحيا كنت أم شبكي أم سني أم شيعي أم كنت أيزيديا أم كاكائيا وتضمن المهرجان إقامة فعاليات عدها من ارتداء أزياء شعبية ورقصات ودبكات فلكلورية لمختلف مكونات السهلة وإقامة معارض فنية تضم كتبا وتحفا ومقتنيات نفيسة بالإضافة إلى الرسوم هيتم أحمد الحرة